مع تزايد أعداد الجماعات الإرهابية في الساحل باتت الحاجة قائمة إلى زيادة وتنويع مصادر التمويل الاختطاف مقابل الفدية يعد أحد هذه المصادر وقد عرف تزايداً كبيراً خلال الآوينة الأخيرة وفقاً لبعض تقديرات فإن الجماعات الإرهابية بالساحل حصلت على نحو 120 مليون دولار خلال السنوات الماضية مقابل الإفراج عن رهائن بعض الحكومات تدفع أحياناً مبالغ مالية مقابل الإفراج عن رعايها فيما تلجأ بعض الأسر كذلك إلى جمع فديات مالية تقدمها للجماعات المختطفة من أجل الإفراج عن أبنائها رغم استفحال هذه الظاهرة إلا أنها ليست وسيلة تمويل الوحيدة لهذه الجماعات الإرهابية فهناك بالإضافة إلى ذلك عمليات التهريب والتجار بالسلاح ضمن إطار ملاحقة شبكات إمداد الجماعات الإرهابية وعصابات الجريمة المنظمة والتهريب في الساحل الإفريقي ومنطقة غرب إفريقيا صادرت الشرطة الجنائية الدولية خلال عملية أطلقتها نهاية نوفمبر الماضي آلاف الأسلحة المهربة بالمنطقة العملية التي شارك فيها مئتان وستون عنصراً مكنت كذلك من ضبط عشرات الآلاف لترات البنزين مهربة من نيجيريا وكانت وجهتها الجماعات الإرهابية الناشطة في منطقة الحدود الثلاثية ما بين مالي ونيجر وبوركنافاسو الوزير الأول المالي الأسبق سوميلو مايغا أفاد في مقابلة سابقة له بأن تقديرات تشير إلى أن الجماعات الإرهابية الناشطة في الساحل تجني نحو خمسة ملايين دولار شهرياً مضيفاً أن مواردها متعددة المصادر من أبرزها الاتجار بالأسلحة وتهريب المخدرات وتدفقات الهجرة